اشتركوا في القناة في الإسلام ولا بأس ولمانع منه شرعا فالسواك لا حرج فيه ولذلك حينما سوي لأحد الصحابة فقال ربما يجد طعما فقال ألاست تجد طعما في المضمضة وأنت تتمضمض في الوضوء لا شك تجد طعما لكن أنت لا تشرب لم ينزل شيء للحلق ولم تتعمل ذلك فاستعمال فرشة الأسنان أو المعجون أو السواك أو حتى الغرغرة للعلاج دون النزول في الفم كل هذا أمر جائز شرعا لا حرج فيه ولا يبطل الصيام أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته